اشتركوا في القناة هي قصص تحدث الاشخاص واني اخذ الدور به ويلا نبدي بقصة القصة اللي راح تسمعوها اليوم هي مو مجرد قصة عادية راح تكون للشباب انه هم يسلون به لكن للبنات اجباري انه انت تسمعي حتى تاخذين الفائدة من عدها والعبرة وتتعظين اذا كنت تسوين هاي الامور نسرين ابنية من عائلة محافظة تقول نسرين ما تشنت اطلع نهائيا لكن البشر لما يوصل العمر 18 سنة وشوي يعني يتوعى الصير عنده غريزة يعني ما الحب هاي الامور وهاي كل شخص يمر به شباب وبنات تقول تشنت انا اخاف انه انا اجيب سمعة الاهلي مو حلوة بذاك الوقت هاي لما نطلع اشوف شباب يعني يناظرون اليه ويطالعوني وانا طالعهم لكن ادنك راسي المهم مانا تشنت احب يعني عالم الجن مناني وصغيرة تشنت احلم انه يجي جني يحبني وياخذني ويطير بيه وهاي الامور تفكيرات ما الاطفال فتشنت اقعد قدام المراية اكلم حالي بل كي يطلع جن ويحبني سويت هواي اشياء اغلب البنات يسووه فالمهم ما صار وياي اشي من الجن لكن انا قمت احس بحالي انه اكو احد وياي بالغرفة احيانا او انا اختلق فد شخص وهمي وتكلم وياه اتكلم ويا اي حاجة اشوفها يعني ويا الامراية نوبات الزم دمي واضل اكلمها على اساس هي جني وراح يحبني وهي الامور اسوى اشياء مو طبيعية مع العلم انا كبرت شوي المفروض هاي الاشياء انو انا ابتعد عنها وما اتقرب المهم باحد الايام طلعت الظهر كانت الشمس حارة صعدت فوق حتى انشر الغسيل اللي هي الهدوم والتنا المخسولة شريتهم فوق كانوا اقعدنا جيران بيننا وبينهم بالسياج وعدهم ولد والولد اسمه عادل شفت عادل فوق وسويت نفسي انو انا ما شفته وكملت بنشر الملابس ظل عادل يناظر بي ورجعت ناظرت بي وظلت اناظر بوجهة في سبيل لي ناظرني لكن انا عادل يعني ما طيقة ابد كان شكله ما اعرف شون ومين حب المهم ظلت اناظر بي في سبيل يشوفي من هنا ما اخفت منه وبعد ما يناظر ولما شفته ان هو لا خجل ولا ايشي قلت له نوبت اللاخ بس تناظر بي وطالعني ترى مباشرة انا اروح واقول الوالد عليك وتعرف اش راح يسوي بيك مانطا يردت فعل وظل جامد بمكانه عفته ونزلت اتكررت عندي هاي الحالة تقريبا مرتين مر المغرب مر ثاني هم الظهر وهاي المر فبكل مرة يعني كان يشوفني بيها يظل بس يتطالع بيها ويناظرني فبأحد الايام شنت نايمة وغفيانة بغرفتي الساعة ثنتين تقريبا سمعت صوت فوق كأنه واحد جاي يمشي ورايح راجع كانت غرفتي بالطابق الثاني وان الوحيدة اللي انام فوق يعني ابوي وامي كانوا ينامون جوه وحتى اختي الاصغر مني المهم فصعدت فوق حتى اسمع من الباب يعني حتى اخاف افتح بس قلت اذا اتأكد وهو موجود مباشرة انزل وقل للوالدي عليه ظليت واقفة واسمع تشان ماكو اي حاجة زاد عد الفضول ازيد قلت خلي افتح الباب واشوف تحت الباب ما لقيت اي شخص موجود المهم نزلت لي جوه طارت النم من عيني رح يقعدت قدام المرايئ وسويت الاشياء اللي اسويهم كل مرة اتكلم وي المرايئ وكأنه انا جاي يشوف شخص وكلمه لكن انا جاي يشوف انعكاسي الحد ما مرة وحدة شفت وجه عادل موجود بالامرايئ وكان مبتسم بوجهه احنا عند ذعرت وخفت ورجعت لي ورا وكانت المرايئ ثابتة كأنه صورة حتى جنت ارفع ايدي ما تنرف يعني كان انعكاس مالها ما يظهر بالامرايئ وهذا الشي عرعبني جدا رحت اركض ونزلت جوه البطانية وغطيت نفسي وحتى اخاف اتكشف اخاف صدق الله موجود ومن الخوف والروح وظليت كل ساعة عن دار يمين ويسار كنت احس يجي شخص يلمسني وكنت يعني عاجزة عن الصراخ كنت اخاف اصرخ بصوت عالي المهم قفزت من مكانة قبزة وحدة ونزلت اركض لجوه نزلت للصالة وظليت اناظر على الطابق الثاني ما صار اي شي وستوها عيوني جدتي تخفى وان تشتنامي بالصالة يعني ما اقدر اشوف الطابق الثاني اللي حدث هنا الاضوية قامت تشتع الفوق وتنطفي ما اعرف اللي صار بي وحسيت انه الجن استجابه الي واكيد رح يجي واحد يحبني لكن ليش ظهر لي بشكل عادل المهم وان الاضوية تطفي وتشتع القدامي وان الخوف الرعب موتني كانت خايفة بدرجة مطبيعية وخفت اصيح اهلي وما يلقون اي حاجة عدت علي هاي الليلة بعجوبة حتى اهلي استغربوا قالوا ليش نايمة اهنانا قلت لهم الغرفة كانت حارة ونزلت نميت جوه ام قالت ليش متنامين ويا اختك جوه احسن مما تخليها تنام يمن يعني اثنيناتكم متنامون جوه مع العلم كانت عندنا غرف جوه جنت اقرأ واخذ راحتي اكثر المهم فبديت ابحث عن انترنت شون الشي اللي يخلي الجن ينطلط او اذا عندك مس ما لقيت غير ناس تتحدث عن طلاسم واشياء ولقيت ناس تتحدث بالقرآن اقتنعت بالقرآن اكثر فبديت اشغل قرآن دائما بغرفتي حتى والدتي استغربت قالت هاي مو عوايدج انت دائما الشغلين اغاني حتى بالليل شنت اشغل اغاني واسمعهم بالليل شنت انصيهم لانوال لي ما يقبل لكن بالنهار عليهم وعادي وظليت اشغل قرآن باستمرار وما اذكر المدة يعني يمكن مر شهر اكثر وهاني بتعود اشغل قرآن الحد ما خفت الاشياء وما موجود اي حاجة فاصلا نسيت الموضوع ورجعت السوال في القديمة لكن المراية ما اتقرب حليها كانت لما اوصل المراية او ادخل للغرفة وشوفها قدامي انذعر مباشرة اجيب حاجة وخليها فوقعها المهم باحد الايام نايمة حسيت باحد جاي يقاعدني وكانت ايدي ناعمة كان يخليها على وجهي وعلى رقبتي يعرفون البنات النوبات لما انهنا نايمات وينزل الشعر على وجههم او شيء وشعرا بهذا الاحساس فتنت اوخر على اساس انا بشعري لحد ما مسكت ايد بايدي وعرفت انه اكو شخص جاي يقاعدني مباشرة فتحت عيوني وهو لزمني من ايدي وكان مخلي ايده على حلقة يعني اسكتي ولا الصيحين وهستون اريد اصرخ حسيت انه انا جسمي الشنج وما اقدر اصرخ نهائيا وهو كان يتكلم ويقول لي لا تخافين من عندي انا احبك وانتي اللي استدعيتيني وهاني ما طلعت لك بشكل غير بشكل هذا جيرانكم ترى انا مو انسان طبعا حلق بذاك الوقت ظل مفتوح اريد اسده ما اقدر اريد اطلع صوت ما اقدر حتى حسيت انه الهواء دخل بي ونشف تعبت جدا هو يتكلم ويقول لي لا تخافين من عندي واذا تريد شوفيني اصحدي لي فوق وراح تلقيني او تستدعيني بش الصحين عادل ثلاث مرات اربعة راحان اكون يمش وبعدها امفتحت الباب وحد هما للغرفة وهو خرج لما انخرج بذاك الوقت صرختاني وظلت اصرخ بصوت عالي الحد ما يجوه اهلي علي وقل له شبيتش قلت لهم شفت كابوس مرعب ما تكلمت لهم باللياني شفته واللي حصل شنت خايفة من عندهم اخاف اقول لهم جني ويشبه عادل ويقولون عادل دخل علينا للبيت والشي اللي خلاني متأقدة انه هو جني ليش انا شنجت وتعبت يجوز هو اللي كان داخل علينا المهم قمت اخاف والباب ما للفوق دائما اصعد واتأكد اقفلها بايدي وورا هذا الموقف اللي حصل قمت ما اقدر انام حرفية نفسية تتعبت وقمت اشعر اكثر ان شخص وياي موجود وتشنت متأقدة حتى اشياء اخليها بغرفتي تنشال وتروح ونوبات انا انزل اشياء من غرفتي وانساهم علقاهم الصعدات فوق وحدهم ولما اسأل والدتي تقول لي ما صعدت نشوف اختتش يمكن هي صعدتن ولما اروح الاختي نفس الشي اتجاوبني قمت ما انام لحد ما اتعب يعني اظل قاعدة وصافنة واناظر والغريب بالامر قمت لما اسمع للقرآن بس اسمع شوية اشعر عندي صداع وما احب اكمل انواني اسمع واظل قاعدة لحد ما اتعب جدا وانام واني قاعدة انو بعد لقد القى نفسي مستلقية وما ادري وبذاك الوقت شنت اشوف مسلسلاتي هواهي طبعا المسلسلات عمرها وحياتها ما اصير مثل الواقع ابد شنت اقول انا قوية لما اشوف مسلسل مثلا تطلع مرة بيقوية انا اقو منهم انا كذا انا ما اخاف انا لازم اواجه المهم فحبيت انواني اواجهه واصعد له لفوق بالليلة من الليالي ناديت باسمه ثلاث مرات وما سمعت بعدها سمعت صوت احد يتمشي فوق يعني اكيد هو موجود فهنا انا اصعدت فوق وفتحت الباب بحذر واول ما حطيت رجلي وشوية جزيتها الباب انسدت وحيدها رجعت على الباب احركها يميني سار اردفتحها وخفت انواني اضربها وهلي يقعدون وقلوا ليش عندش ساعدتي بهذا الوقت المتأخر ما كان اكو احد موجود لكن لحظة سطح الجيران اللي هو بينهم عادل اكو شخص واقف ما مبين من عنده حاجة بس حيونه ظلام وظلام ولما نتقرب علي بدت الملامح تتضح هذا مو عادل ولا هذا شايفته من قبل خاف قرائبهم المهم ظليت اناظر علي وقلت له شعدك تناظر قال لي انتي اللي استدعتيني وانتي اللي رتيني واني وعدتك بس تقولين عادل راح اظهر اليك وبما انه شكل عادي اضوجك فاليوم ظهرت ليك بغير شكل وكيد راح تحبي صاحبة القصة تقول حجيت هاي التفاصيل وطبعا الاسم مو حقيقي اللي هي ذكرتنا من نهاية القصة قلتلي الاسم مو حقيقي انا حبيت احجي هاي التفاصيل كلها في سبيل البنات تتعظ فالشكل اللي اعني شايفته مو عرف مالوف اليه فقلت له بساني مو عرف شخص بهذا الشكل قال لي لا انت شنت تقلبين بالتليفون باحد المواقع وعجبتك الصورة صح انا شنت اقلب وهو شاب شكل وتجسد علي واجاني فتقول لا حد ياخذ علي فكرة سيئة ويسجله تراني حاتيه القصة للنصيحة لا اكثر المهم استمريت بالحديث وياه شنت خايفة ومرتعبة الحد ما قال لي ما اريد من عندك غير شغلة وحدة بس اريد الزم ايدك وظلي لح علي الحد ما هددني قال لي انا اقدر الزمك بالقوة واقدر كل شي اسوي بيج لكن انطيني ايدك احسن ما انطيت ايدي وامتنعت وحسيت نفسي ان انا شنجت وبعدها ارتخيت فعرفت ان هو اللي يسوي بي هاي الحاجة ورفعت ايدي ومسكها صارت عندي طمعنينة بذاك الوقت مو طبيعية حسيت نفسي ان انا ملكة حتى الدنيا ما اعرف شون صارت بعيني مع العلم ظلام بظلام لكن انا جاي احس ان انا بمكان ثاني وعالم ثاني شعور ما ينوصه في نهايين وبعد ما زال هذا الشعور ما لقيته موجود بديت انادي باسمه مارتين وثلاثة بنفس الاسم عادل عادل وشون ما احد يرد علي رجعت اركض للباب اللي انقفلت وما تقبلت انفتح لقيت الباب محتوحة نزلت مباشرة بحذر وسديت الباب ورحت الغرفتي جنت فرحانة وخايفة بنفس الوقت ومرت علي هاي الليلة واني قاعدة افكر هذا جني وهذا اني اللي رايته ارتبط بي ولا لا شنت بذاك الوقت عقلي ما اعرف وين يعني معقولة وحدة تريد جن وترتبط بي هذا جنون بحد ذاته المهم فبالليلة الثانية رديت صعدت لما اهلي ناموا كلهم وربطتني علاقة بي مو طبيعية لحد ما وصل بي الحال انه هو قام يتماده مره يزم ايدي مره يقبلني لكن كانت مثل الارادة مسلوبة من عندي مجرد انه بس يلزم ايدي او يحط ايده على اي مكان بجسدي مباشرة عني مو اعرف اللي يصير بي اصير انسانة ثانية واي شي يريده من عندي البيل هي المهم اتطور الامر وقام هو اللي ينزل علي للغرفة بشكل يومي كانت ما ملاحظة الاشياء اللي جاي يصير وياي السواد اللي جواعيوني التعب يعني لما اصعد الدرج اصعد اوصل غرفتي اقوم الهذ فاهلي لاحظوا علي وحتى ودونوا الدكتور قالوا ما بيه ايشي بس انتو يمكن بتعبيه بالبيت صح انا كانت اشتغل بالبيت لكن ما توصل بيه هيك الحالة الحد ما تعبت نفسيتي بس لما يجي يمي ارتاح كانت اريده بكل وقت لكن هو باوقات الفجر اوقات الظهر شكوا اوقات به صلاة ما متواجد والصبحية غالبا يكون ما موجود يجي من الساعة تقريبا دعش يبقى وياي لحد الفجر ويختفي واني اكون تعبانة جدا انام بعدها وما اشوفها نهائيا الحد ما اهلي عرفوا بيه لما اندخلت الحمام كان موجود ويايه وهنا انا اخذني الواحس والشاقعاني وياه بذاك الوقت كان ديني الليل والوقت متأخر وهو اللي طلب من عندي انزل للحمام كانت والدتي تسمعني شو نتكلم وياه ونسيت نفسي بذاك الوقت كانت قافل الباب علي لحد ما ضربت وفزيت وهو مباشرة اختفى صرخت بيه والدتي وقلت لي اتو يامن جاي تتكلمين افتح الباب بدت تصرخ علي عبالها انا اتكلم وهي شخص بالتليفون فتحت الباب ودخلت علي وبدت تفتش بهدومي وباقي الاغراض مالحمام وتقول لي وين ضميت التليفون مو يامن شنتي تحجين قلت له ما شنت احجي وياه احد قالت والديك ما قاعد بس باتر اقول له عليك وصدق الصبح قلت له وانا شنت غفيانة يجي وقاعدني وقاعدني يعني مالواحد غضبان ويقول لي من شنتي تحجين وشون ضميتي التليفون حلفت وقسمت انو انا ما ضميت تليفوني قلت له هاذا تليفوني اذا تحب اخذه مو مهم اخذ التليفون من عندي وهنا انا صدق ظني ينتظر بل كاحد يتصل بالغلط ادى الرسالة لكن انا ما كان عندي صديق انسي حتى يسوي هاي الافعال وهذا كان مستمر بدت تخاف علي لان حالتي الصحية ادهورت جدا وبنفس الوقت تصرفاتي توحي انواني عندي شيء ومو خالية ابد المهم صعدت باحد الليالي وهو كان متواجد يمي يتكلم وطبيعي واي شيء يريده يسوي ومارد اتطرق الامور ثانية المهم سمعتني اتكلم وضربت الباب علي لان الباباني قفلتها وما انفتحت وقلت لي وما انت تكلمين سويت نفسي غفيانة ورا شوين نوب تركتني وراحت وبعدها بدقائق معدودة قال لي ووالديك اجي هو ووالديك واذا سورت شيء راح احرق البيت كله وانتي تروحين ويايا بذيك بذيك الساعة الصراحة حسيت هو جني ويقدر يمكن يسوي اي حاجة لان كانت عنده هواي قدرات نوبات يرتفع عن الارض وهو يعني واقف ونوبات يرفعني ما احس احساس يعني مثلا احد يشيني او شيء احساس غريب يعني ما احد راح يقدر يوصل الكياه هذا الشعور ابد المهم اجي هو والدي وقال لي يفتح الباب مرتين وثلاثة احسن ما اكثر قال لي قوموا يفتح الباب الوالديك وهو كان موجود المهم فتحت الباب وشينة اناظر هو بعده موجود الغريب بالامر اهلي ما كانوا يشوفوه قلولي ويا ما تتكلمين شنت اشتر عليه وقلهم اكلمه لان هم يحبني وانا يحبه الحد مات هسترت لان اهلي يقولولي احنا مجا نشوف احد انا كانت متخيلة انه حتى اهلي يشوفوه ما كانت متخيلة انه هو اصلا خفي يشوفه بساني وهو بده يناظر عليهم ويبتسم وقلهم جاي يضحك بوعوه ويبتسم هو يناظر عليكم الحد ما قلت له سوفت شي حتى يشوفوك مباشرة كانت عندي مزهرية حاطة بيها ورد سقطت على الارض وانكسرت وهو ما تحرك من مكانه اللي حدث بذيج الساعة والدي صرخ بذاك الوقت بصوت عالي يعني مو صرخ انه هو خايف لكن صاح الله واكبر وبدأ يقرأ قرآن بالمكان وعرفوا انه واني ممسوسة من جن وبدأوا يودون الناس حتى يعالجونه تعبت بذاك الوقت نفسيا لأن اي شخص اروح له يا امه يطلع نصاب يا امه يطلع كذاب واغلب الاشخاص اللي رحت عليهم كانوا نصابين واحد طلب من عندهم انه واني ابات يمه ووحدي ووالدي قال انت مجنون اخلي بنتي يمك شلون قال هو هذا علاجه ما يعوفها الا تبات يمي المهم يعني قصده انه يعالجني لانه هسه هو ما موجود وهي الامور والخزعبلات الحد ما يوم من الايام رحنا الشيخ بيته كان عالي من طابقا وحتى حالة المادية تمام ما صورت انه هو رح يعالجني لانه كان حتى الحيته يعني مخففها مو مثل الاشخاص اللي رحت عليهم فانا اضرب بوجه وعرفني قال هايا عليها مس من جن وبدأ يقرأ علي قرآن وحط ايدي على قصتي وما خلاها مباشرة جاب قطعة قماش بيضة وخلاها وبدأ يقرأ علي قرآن الحد ما اشنجت وحسيت بنفسي انه ما اعرف ما صار لي مثل احساس اللي كان يجيني الجن يسوي احس نفسي انه اشنج واتعب المهم ظل يقرأ علي قرآن كانت واعية بالشي اللي جاي يدور حولي كانت اشوف والدتي شون تبكي ووالدي شون يدعي المهم قدرت اتخلص من الجن اللي موجود علي بعد عناء طويل ناظر بوجه وقال لي بنتي انت بنية وحلوة ليه شي سويت بحالك فقلت لانا ما سويت شي هو اللي جاني قال لي لا انت اللي جنتي تستدعي وانت اللي جنتي الدورين عليهم وعن عالمهم طبعا الشيخ هذا قل لي مو كل شخص يصير بهاي الحالة اكو ناس يقول ارد اشوفهم يحطوه جاب المراية شي سوي ما راح يجون الى لكن احتمال انت رب العالمين راد اليك الخير ويشوفوك عذابهم حتى تبتعدين لان الظاهر انت كنتي مو فاهمة ومو معي واحتمالي سوين اي حاجة ذكرت وصل بي الامر انه واني اجيب ورقة واكتب بيها عدة طلاسم انه شونة حضر جن وغيرها لكن ما شانت تنجح وياي المهم عديت من هاي المرحلة وظلت بصمة بحياتي ومرعبة وتخوف ولهنانا وتنتهي قصتنا لليوم اتمنى انه هي عجبتكم وهي بحد ذاته نصيحة للبنات وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله